بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب في هذه الآية إلى الكفار ويذكرهم بأهم نعمة وهي الخلق مسألة الإحياء والإماتة هاي المسألة غامضة إلى أبعد الحدود لغز الحياة اللي محير إلى الآن كل العلماء مع تقدم العلم هذا التقدم الهائل للعلم إلى الآن ما يدرون ما يعرفون كنها حقيقة الإحياء والإماتة الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب إلى الكفار ويستدل بهذه النعمة العظيمة على بطلان الكفر يذكرهم بهذه النعمة ليهديهم إلى الحق فيقول سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله والحال كنتم أمواتا لا روح فيكم عصل الإنسان من التراب ثم يتحول إلى النبات ثم يتحول إلى الحيوان الإنسان يجي يأكل هذا النبات أو هذا الحيوان يتولد من هذا الآكل الماء المخصوص هذا الماء يصير إنسانا هذا الحياة ثم هذا الإنسان يموت ويعود إلى التراب ثم يعاد يوم القيامة إنسانا هذا التسلسل الغريب هذا صنع من؟ هذا صنع الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا تراب فأحياكم نفخ فيكم الروح صار نبات أو حيوان ثم إنسان ثم يميتكم تخرج هذه الروح من بدن الإنسان وقت الموت ثم يحييكم في يوم القيامة ثم بعد هذه الحياة الثانية في يوم القيامة إليه ترجعون إلى الجزاء والحسار تساقون إلى المحكمة الكبرى ومعنى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى مع أن الإنسان في جميع الأحوال تحت سلطة الله تبارك وتعالى تحت قدرة الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يحيط بالإنسان علماً من البدء إلى الختام شنو معنى الرجوع؟ معنى الرجوع أنه يقف أمام الله تبارك وتعالى للحساب والكتاب هذه أعظم نعمة منحت للإنسان وهو الخلق والإيجاد من العدام وبعدها تأتي سائر النعم الإلهية التي أشار إليها الله تبارك وتعالى في هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم الله الذي خلق لكم لمنفعتكم ما في الأرض جميعا كل شيء في هذا الكون الله تبارك وتعالى خلقه لينتفع به الإنسان من خلقها غير الله طبعا ليس فرد واحد يقول ما دام الله تبارك وتعالى خلقه لي لمنفعتي فهو حلال فكل المحرمات تكون محللة يجوز أكلها مثل الأسماك المحرمة مثلا الحيوانات المفترسة يجوز أكلها الجواب لا مو كل شيء لك يكون حلالا المنفعة لا تنحصر بالآكل المنفعة عمنا الآكل فالأشياء لها استفادات متنوعة ومتعددة أكو بعض الأدوية الضارة السموم القاتلة يستخرج منها بعض الأدوية يصنع منها مراهم بعض الأشياء الله تبارك وتعالى خلقها ليستمتع بها الإنسان إما في الآكل وإما في النظر المنظر جميل وإما للسامع يسمع هذا الصوت الجميل فالمخلوقات خلقت لصالح الإنسان ولكن يتعامل مع كل شيء بحسبه فبعضها للأكل وبعضها للاستفادات الطبية وبعضها للزينة والجمال يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حول هذه الآية الكريمة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتعتبروا به ولتتوصلوا به إلى رضوانه وتتوقوا به من عذاب نيرانه وبعد أن خلق الله تبارك وتعالى للإنسان ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء يعني توجه بالخلق والأمر إلى السماء يعني أخذ في خلقها وإتقانها كما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام فسواهن سبع سماوات يعني خلقهن سبع سماوات شنو المقصود بالسماوات السابعة هناك أقوال متعددة للمفسرين اللي يحب يراجع التفاصيل المفصلة في ذلك ولكن قد يكون المقصود إذا نظرنا بالنظر الفعلي حول السماوات المقصود هي المدارات للنجوم السيارة فإن السماء في اللغة يأتي بمعنى المدار وأيضا يحتمل كل ما نشاهده من كواكب ونجوم من السماء الأولى أما سائر السماوات يمكن علم الفلك في المستقبل سيكشفها والشاهد على هذا التفسير مجموعة من الآيات الأخرى مثل قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وفي آية ثانية يقول الله تبارك وتعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة وفي آية ثالثة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما فمن ملاحظة مختلف آيات خلق السماوات والأرض قد يستفاد أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض غير مبسوطة وسماء واحدة ثم بسط الأرض ثم جعل السماء سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن يعني خلقهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء الذي يكفر الله تبارك وتعالى مطلع عليه محيط به فلا يمكنه الفرار من حكومة الله تبارك وتعالى يقول أمير المؤمنين عليه السلام ولعلمه بكل شيء علم المصالح فخلق لكم ما في الأرض لمصالحكم يا بني آدى هذه نعم الله تبارك وتعالى على البشا وشكر هذه النعمة بالإيمان للخالق تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين